السلام عليكم مسعد الله وقاتكم فراقرنس كويتي دون تجارب العطور وانقلها لكم اليوم معاي واحد من اجمل عطور كريد على الاطلاق فلسفة كريد في هذه الزجاجة العنيقة اذا كنت تحب رائحة الحمضيات والخشبيات هذا العطر سيجعل من انفك ثملا على محصمك تذكر هذا الكلام لا يدعو لشراء العمياني فانفك هو دليلك العطر بالبداية راح يفتتح عندنا بافتتاحية حمضية جميلة جدا تظهر فيها رائحة الليمون بشكل واضح جدا تدخل على رائحة خشبية تميلة للجانب السبايسي من رائحة الفلفل هذا التمازج الثلاثي اعطاني افتتاحية رائعة جدا بعد ذلك تنقلب الموازين وتظهر رائحة فاكهية خفيفة جدا اعطى التلطيف لهذا الجو واللي هي رائحة التفاح بعد ذلك راح ينتغل الاطر الى شكل خشبي يميل للتراب الغباري من تأثير رائحة السيدار وايضا رائحة الانجلكة الانجلكة هنا اعطتنا تأثير رائحة مسكية خشبية مدموجة بنوع غباري او رائحة غبارية تدخل عليها رائحة الباتشولي لتعزز رائحة الاخشاب بعد ذلك ينتغل العطر الى شكل ترابي نوعا ما الى شكل ايرثي بتأثير رائحة الاوكموس فالعطر عند الجفاف ينتغل الى مرحلة جدا رائعة بالنسبة لأداء العطر للأسف أداء العطر ضعيف او فوق ضعيف نوعا ما وسعره غالي جدا فاذا كنت تبحث عن الثبات الفوحان هذا العطر ما يصلح لك واذا كنت من محبين سبايسا نود اتمنى تكتب رأيك اسفل هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر